لأكثر من ربع قرن ظل العراق أسيرا للأرقام والإحصائيات التخمينية نتيجة غياب التعداد السكاني وصت حديث عن أن عزوف الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 عن إجراء التعداد تقف خلفه دوافع سياسية وأخرى طائفية وزارة التخطيط الحالية من جانبها أقرت بأن غياب التعداد طيلة هذه السنوات سبب فجوة كبيرة لوجود حاجة إلى البيانات والإحصائيات التي ترسم الواقع بدقة يتزمن ذلك مع الزار حكومة السوداني قرارا بضرورة إجراء التعداد خلال شهر 22 من العام المقبل بعد تأجيله أو تعطيله على مر الحكومات التي سبقتها وهو قرار عده مراقب بأنه يندرج تحت للسهلاك الإعلامي المستخدم لأغراض سياسية اقتصاديون بيانوا أن غياب التعداد السكاني زاد من معدلات وحجم الفساد في جميع مؤسسات الدولة وأن عدم وجود بيانات تعتمد على تعداد الموثوق يضع البلاد في دائرة الخطر التنظيمي والاقتصادي والاجتماعي وما ينتج عن ذلك من فشل معظم خطط التنمية والأسيما تلك المتعلقة بالبطالة والفقر واصفين حديث المسؤولين بالضرورة إجراء التعداد بأنه مجرد دعاية سياسية كونها أولاء المسؤولين على دراية وعلم بمدى خسارتهم بعد إجراء التعداد بسبب تركيبة النظام السياسي المعتمد على المحاصصة والطائفية من جانبي أكد المركز استراتيجي لحقوق الإنسان في العراق أن أجراء التعداد السكاني من المفترض به أن يكون خارطة طريقا للمشاريع في قطاعات التربية والصحة وباقي الخدمات وتوزيع الثروات والمشاريع في كل محافظة على أساس الحاجة الفعلية بعيدا عن الأسس السياسية والمصالح الانتخابية واعتماد الحكومات بعد عام 2003 على أرقام وبيانات غير صحيحة وقديمة جعلت البلاد رهينة للتوقعات والتخمينات المبنية على أساس طائفي وحزبي